بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس قبل بس ما اتكلم على بداية المصر إن شاء الله بكرة مباراة هامة جداً مباراة النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي هذه المباراة واحدة من أحلى وأجمل وأمتع المباريات التاريخية في تاريخ كرة القدم المصرية كل اللي احنا عايزينه إن شاء الله بكرة المباراة تعدي بشكل فني رائع مش عايزين تلاسونات مش عايزين أي حاجة تخص الأمور خارج الملعب كل ما حد عايز يعمل حاجة يفتكر إن احنا في مصر الجديدة في جمهورية مصر الجديدة بهذا الشكل الجديد كلنا عايزين نبدأ من الأول كلنا عايزين نعيش زي ما بنشوف الناس بتلعب بره اللي عايز يستمتع بكرة القدم بكرة نهاردة استمتعنا بثلاث مباريات إن شاء الله بكرة نستمتع بثلاث مباريات ولكن لما تيجي تتكلم على مبارات النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي يجب أن يتم أو يجب أن احنا وإحنا بنتفرج أن احنا نستمتع هتقول لي يجب هقولك آه بناء على السنين السابقة أو من التاريخ من بدايات من 1948 وحتى الآن عندما تتكلم عن مبارات الأهلي والإسماعيلي دايما بتقول حنشوف مباراة حلوة هنشوف مباراة فيها تاكتك كويس خصوصا لما يبقى عندك اتنين مدربين زي كولر وزي جاريدو عندك مجموعة لعيبة هي الأفضل في مصر وفي أفريقيا اللي موجودين في النادي الأهلي وعندك لعيبة النادي الإسماعيلي غير جلده تماماً مبارح أو الفترة اللي فاتت مش مبارح الفترة اللي فاتت غير جلده تماماً وبالتالي حضرتك بتتكلم عن مباراة من المفترض إن احنا نشوف مباراة فلنياً حلوة مش عايزين حد يبوز هذه المباراة كل التصريحات الرسمية الصادرة من النادي الإسماعيلي والصادرة من النادي الأهلي بتدل على أن هناك تعاون كبير بما بين الإدارتين أو ما بين مجالس الإدارة هنا وهنا تعاون كبير في أن تخرج هذه المباراة ويخرج هذا الدوري بشكل رائع ونرجع زي زمان ممكن تحصل منوشات لطيفة أنا ما بقولش تحصل ولكن لو حصلت الحاجات اللطيفة اللي بنهذر فيها كلنا مع بعض جمهور الإسماعيلي وجمهور الأهلي وبيهذروا وبيتحكوا هنا كوميكس شوية وهنا كوميكس شوية كل دي حاجات لطيفة ما عندناش فيها أي مشكلة ومحدش بيتدايق منها بالعكس كلنا بنبص على الحاجات دي ونتبسط بنبقى عايزين نشوف المباراة زي زمان أنا نفسي أشوف المباراة زي زمان نفسي لما روح أستاذ الإسماعيلية كل الأستاذ أمليان من إسماعيلية والناس كلها قاعدة والناس كلها بتشجع فريقها وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب نفسي أشوف جمهور النادي الأهلي زي مباراة الأهلي والإسماعيلي أربعة أربعة جمهور النادي الأهلي قاعد مالي تلات تربع على الأستاذ وجمهور الإسماعيلي كان ليه جزء في مباراة أربعة أربعة الشهيرة وكانت مباراة الناس بتوصفها في ان هي مباراة القرن من الناحية الفنية ومن الناحية الجامهرية ومن الاستمتاع الناس قاعدة مستمتعة بكرة القدم فعايزين ده يحصل بكر النهاردة شفنا تلات مباريات حلوة تلات مباريات بيدلوا على ان هناك دوري قوي خلال الفترة اللي جاي كبرى المفاجآت من وجهة نظري هزيمة النادي المصري من سيراميكا 3-0 دي مفاجآة ليه مفاجآة ليه لانه النادي المصري عمل تدعمات قوية جدا مع مدير فني كويس جدا امام كابتل احمد سامي مدير فني رائع ومع مجموعة جيدة جدا من اللاعبين لكن معلش ارجع مرة تانية لمباراة الاهلي والاسماعيلي بكرة الساعة خمسة هتنطلق هذه المباراة التاريخية الكل بينتظر هذه المباراة والكل بينظر لها موسم جديد النادي الاهلي رمى بياضه زي ما بنقول خلال المباراتين السابقتين في ذهابا وعيابا في البطولة الافريقية والفوز على اتحاد المنستيري ذهابا وعيابا وتغيير شكل الفريق مع ادارته الفنية الجديدة مارسيل كولر على الجانب الاخر جمهور الاسماعيلي ينتظر ماذا سيفعل جريده مع مجموعة اللاعبين اللي موجودين اللي جي بيهم مجلس ادارة النادي الاسماعيلي خلال الفترة السابق فاللي بقوله ان شاء الله نشوف مباراة حلوة بعيدا عن اي شيء وانا هنا بتكلم بمنتهى منتهى الحب لكل الناس عايزين نبدأ سنة جديدة سنة محترمة سنة جميلة دايما جمهور النادي الاهلي والجماهير الكبيرة والانداء الشعبية بيبقى لها دور كبير في نجاح الدوري وفي نجاح هذه المسابقة السنة دي بقنا ستة الاف مقسمة على تلاتة وثلاتة بالنسبة لعدد الجمهور ان شاء الله ان شاء الله اللي انا عارفه من معظم اصدقائنا في رابطة الأندية بيتكلموا على ان ان شاء الله الالتزام الجماهيري حيدعو الفترة القادمة ان احنا نبقى اكتر من ستة مش هقول ارقام لكن هنبقى اكتر من ستة ده مليون في المية لان ما حدث السنة السابقة من التزام من كل الجماهير اولهم جمهور النادي الاهلي والمثال اللي حصل من جمهور النادي الاهلي ومن كل الأندية الشعبية اعطى مثال جيد أرجع الجمهور واحدة واحدة مرة تانية بس واحدة واحدة فعشان كده أنا بكرة اختبار مهم جدا 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 واختبار مع بداية دوري إن شاء الله الكل ينتظر فيه أن يكون من أحلى الدوريات من الناحة الفنية إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز على النادي الإسماعيلي بكرة في الملعب كرة القدم مش هنقدر نقول فيها حاجة كرة القدم كل الناس عارفة الأهلي بمستوى والنادي الإسماعيلي لسه ما بانش قوي لكن حيبان بقى من البداية بتاعته بكرة إن شاء الله فخلينا نشوف مباراة حلوة من الناحية الفنية ونتكلم النهاردة فنيا فقط عايزين بكرة لما نجي نتكلم بالليل برضو نقول الأهلي يعمل كذا إن شاء الله الأهلي يستطيع أنه هو يكسب هذه المباراة ونتكلم فنيا جوا الملعب بس ما نتكلمش على اللي بيحصل برا الملعب إن شاء الله إن شاء الله تكون بداية جيدة للنادي الأهلي ويستطيع أن يفوز على النادي الإسماعيلي وتقود هذه المباريات التاريخية كأجمل ما يكون كأجمل ما يكون من الناحية الجمهورية من ناحية الملعب من الناحية الفنية من ناحية التعاون والاحترام المتبادل الكبير ما بين مجالس الإدارة سواء في النادي الأهلي أو في النادي الإسماعيلي نتمنى أن ده يبقى موجود بكرة إن شاء الله على أرض الملعب ما بين 22 لعب و22 لجمة ما حيكونوا موجودين بكرة في هذه المباراة إن شاء الله لنشوفها ونستمتع بها